بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الأولى لبرنامج الماجستير المهني في المحاسبة MBA الفصل الدراسي الثاني المستوى الثاني تخصص المحاسبة المالية عربي المقرر أو المادة بعنوان إعداد التقارير المالية لقطاعات التشغيل إعداد الدكتورة إيمان السعيد بنتكلم عن تلوقتي إن البورصة حيلم كل مستثمر حبي يدخلها وهتعمل على الأوراق المالية حبي يكسب دي صور للبورصة بورصة الأوراق المالية من الداخل أو من الخارج وإن كانت الصور قديمة شوية علشان بقى المستثمر يدخل للبورصة ويقوم بالعمليات دي كلها ويبيع ويشتري ويكسب يبقى لازم يتعرف على القوى المالية للشركات المدرجة في البورصة لازم يعرف يحللها لازم يعرف الأسس اللي بتعد على أساسها ومن ضمنها معايير حاجة اسمها معايير محاسبة المصرية والدولية وعشان كده بقى هنتكلم عن مقدمة في المعايير دي باعتبر انها حاجة اساسية ولازم يعرفها آآ جميع المتعملين في البورصة وانتوا باعتبرت على الصسكو محاسبة مالية يبقى لازم تعرفوا معايير المحاسبة المصرية آآ ومعايير التقارير المالية الدولية وكيف نشأت وإيه المعايير اللي احنا هنتناولها في ضوء آآ عنوان المادة بتاعتنا آآ عايزين نتعرف في البداية على مفهوم المعايير المحاسبية آآ التقيل بقى ايام زمن كان شكل السفينة ايه كان شكل شراعي بداي كده بصورة مبسطة آآ مبدئية لجد الوقت ايه اليوم اصبح آآ شكل السفينة اكثر تعقيداً وكل المفاهيم وكل حاجة بتتغير كل مهنة لها مصطلحاتها وكل آآ حاجة بتتغير بمرور الوقت وبالتالي المفاهيم عندنا احنا هنا في المحاسبة بتتغير كنا ايام زمن بنستخدم القواعد المصطلح القواعد المحاسبية المتعرف عليها واليوم نستخدم آآ مصطلح معايير المحاسبة طيب آآ معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية احكايتهم بيقولك في آآ سنة 1973 كان يستخدم مصطلح المبادئ المحاسبية المتعرف عليها للتعبير عن القواعد المحاسبية التي يعتمد عليها المحاسب عند اعداد وعرض القوام المالية تعرض هذا المصطلح اللي هو مصطلح المبادئ المحاسبية المتعرف عليها للعديد من الانتقادات أهمها إنما هو متعرف عليه في دولة قد لا يتكون متعرف عليه في دولة أخرى وفي وقت آخر ولا توجد قائمة موحدة تضم كافة المبادئ المحاسبية طب والحال نتيجة الانتقادات السابقة اللي تعرض لها مصطلح المبادئ المحاسبية المتعرف عليها على المستوى الدولي بدأت مهنة المحاسبة والمراجع تغضع للضغط المتزايد أصفر عن ذلك تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية سنة 73 والتي أصبحت مسؤولة عن إعداد وإصدار المعايير المحاسبية الدولية ومن وقتها تم استبدال مصطلح المبادئ المحاسبية المتعرف عليها بمصطلح معايير المحاسبة والآن على المستوى الدولي تم استبدال مصطلح المعايير المحاسبة الدولية بمصطلح معايير التقارير المالية الدولية. ده كله على المستوى الدولي. طب المستوى المحلي ايه اللي حصل? آآ او الاهتمام بمعايير المحاسبة الدولية كان بعد صدور قانون سوق راس المال في مصر آآ رقم خمسة وتسعين لسنة اتنين وتسعين. آآ وده قال ايه القانون ده? قال على كل شركة طرحت اسهمة الاكتتاب العام ان تقدم الى الهيئة العامة لسوق المال وقتها وتلوقتي اصبح ده هيئة العامة الرقابة المالية. آآ التقارير والقوائم المالية بتاعتها معدى وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. ومن ساعتها قال آآ لابد من اعداد القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبة الدولية. بعد كده سنة سبعة وتسعين الف تسعمية سبعة وتسعين آآ بموجب قرار وزير الاقتصاد خمسمية وتلاتة لسنة سبعة وتسعين تم اضافة بعض المعايير آآ ابتدوا صدرت ده سنة سبعة وتسعين صدرت معايير محاسبة المصرية وكان ساعتها تقريبا تسعتاشر معايير. بعد كده سنة الفين واثنين تم اضافة بعض المعايير المحاسبة الى المعايير المصرية. وحدث آآ بعد ذلك تعديل في معايير محاسبة المصرية اللي تتناسب مع حدث التطورات في معايير التقارير المالية الدولية بموجب قرار وزير الاستثمار سنة الفين وستة والذي تضمن خمسة وتلاتين معايير محاسبة مصري ويرجع الى المعايير الدولية فيما لم يرد فيه نص خاص في معايير محاسبة المصرية. احنا حدث الوقت وفين لحد سنة الفين وستة صدور معايير محاسبة المصرية. بعد كده هو آآ حصل ان سنة الفين وخمستاشر تم تعديل معايير اللي صدرت الفين وستة. آآ وزلك بموجب قرار وزير الاستثمار رقم مية وعشرة لسنة الفين وخمستاشر. واللي تضمن تسعة وتلاتين معايير محاسبة مصري. عبارة عن تمانية وتلاتين معايير آآ زائد معيار مخصص للمنشئات الصغيرة المحاسبة في المنشئات الصغيرة والمتوسطة. اخر حاجة بقى حصلت آآ تم تعديل معايير محاسبة المصرية. بعد ذلك بموجب قرار وزير الاستثمار سنة الفين وتسعتاشر. آآ حيث تم تعديل معايير آآ سنة الفين وخمستاشر باجراء تعديلات على بعض المعايير واستبدال بعضها. مع حسف تلات معايير واضافة تلات معايير اخرى. واصفر عن ذلك كله ان اصبحت المعايير تسعة وتلاتين معيار محاسبة مصري. زائد تفسير واحد محاسبي اول مرة يظهر في ضوء المعايير الاخيرة اللي صدرت في شهر مارس آآ السنة اللي فاتت سنة الفين وتسعتاشر. طب ايه بقى حكاية علاقتنا ايه بالمعايير دي? احنا عايزين تلوقتي درسنا المعايير علشان نوصل ان في مئيار محاسبة مصري آآ رقم واحد واربيعين اسمه القطاعات التشغيلية. آآ ده معايير اساسي عندنا في آآ في الشغل المنهج بتاعنا. آآ ده اول مرة يظهر او يتكلموا عنه في معايير سنة الفين وستة. وكان اسم المعيار التقارير القطاعية كان رقم المعيار تلاتة وتلاتين. اما في سنة الفين وخمستاشر كان المعيار اسمه القطاعات التشغيلية ورقم واحد واربيعين. الفين وتسعتاشر زل اسمه كما هو القطاعات التشغيلية ورقم واحد واربيعين. جمع فيه المعيار الفين وخمستاشر. يبقى هو من الفين وخمستاشر المعيار ده ما تعدلش آآ اللي هو آآ صلب الدراسة بتاعت آآ المحاضرات بتاعتنا. طيب آآ هل ليه معيار دولي مقابل? آآ فيه الافصاح على قطاعات التشغيلية آآ اللي هو المعيار واحد واربيعين بيقابله المعيار الدولي افرز تمانية آآ اللي هو الصادر بعنوان اوبريتينج سيجمنتس. سيجمنتس. آآ والمعيار كمان الامريكي. اس اف اي اس آآ رقم مية واحد وتلاتين. آآ ده طبعا آآ هتلاقي المعيار دين فيه اجزاء متشابهة وفيه اجزاء مختلفة منها. ما بينهم وبين بعضهم. لو خدنا مثلا الهم اوجه التشابه والاختلاف ما بين المعيار واحد واربعين آآ آآ المقابل الدولي تمانية. افرز تمانية. آآ الاتنين دول طبعا المصري بيقى غالبا ترجمة للمعيار الدولي. آآ بنيجي بقى للمعيار امريكي ونشوف الاختلاف عنهم. تشابه المعيار مصري والدولي والامريكي في معظم المتطلبات. واضف المعيار الامريكي مية واحد وتلاتين فقرة آآ مش موجودة في المعيار الدولي والمصري. تتعلق بالمعلومات المالية الفترية آآ اللي هي اللي هي المعلومات اللي بتؤدي عن فترة آآ اقل من سنة. مثل الفترة الربعي سنوية. آآ ذكر المعيار يعني ايه الحتة دي قبل ما نكمل? بيقول لك يعني تلوقتي القوام مالية روبعي سنوية اللي بتفصح عنها الشركات. وملزمة باعدادها ونشر ملخص ووافع منها عن فترة آآ روبعي سنوية. ده غير القوام مالية السنوية اللي في نهاية السنة عن فترة اتناشر شهر. كل كل تلات شهور بيتم اعداد تقارير مالية روبعي سنوية. طب هل الشركات آآ ملزمة بالافصاح عن المعلومات القطاعية في هذه القوام مالية روبعي السنوية. المعيار آآ الامريكي مية واحد وتلاتين ايل ضرورة افصاح الشركة عن المعلومات القطاعية في التقارير الفترية اللي هي الروبعي سنوية. آآ ويشجع على كده المعيار لانه من وجهة نظر معيار ما فيش تكلفة كبيرة في اعداد تلك المعلومات ونشرها. لان هذه المعلومات متاحة بالفعل لدى الشركة. ولكنها آآ تعد للاستخدام الداخلي. فعلا هي بتعدم قوام مالية روبعي سنوية. يعني بتستخدمها للاستخدام الادارة الداخلية. استخدام الاداري الداخلي. ابتدت هي تنشرها نشرا عاما بموجب متطلبات قانونية او مهنية. ونظرا اهمية المعلومات القطاعية فان توفير هذه المعلومات لمستخدم المعلومات المحاسبية اولا باول من خلال القوام مالية الفترية يعد ضروريا. يبقى ازا من الضروري جدا الافصح عن هذه المعلومات على مستوى اللي هي المعلومات القطاعية على مستوى الايه? التقارير المالية روبعي سنوية. طيب من وجهة نظر المعيير الامريكي دي المعلومات القطاعية اللي واجب الافصح عنها في القوام مالية الفترية اللي هي روبعي سنوية. اول حاجة معلومة تتعلق بارادات القطاع من الاملاء الخارجيين. يقصد الاملاء الخارجيين اللي هم من خارج الشركة. يعني هبيع بضاعة لناس من خارج الشركة. ازا بين بتوعي اللي خارج الشركة. طيب. آآ من تاني باند ارادات القطاعات داخل الشركة. يعني آآ القطاعات آآ ما بينهم وبعض لو عندي كزا قطاع. آآ فبيحصل تبادل لو افترضنا شركة زي شركة جهينة للالبان. عندها كزا قطاع مثلا قطاع الالبان والعصائر. آآ مثلا لو افترضنا افترض نظري ان في قطاع اسمه قطاع الزبادي. آآ الانتاج الزبادي يبقى هو بياخد من قطاع الالبان آآ المادة الخامة اللي هو اللبن. وبالتالي فيه ما بيعد داخلية ما بين القطاعات وبعضها. آآ من ضمن المعلومات الفترة اللي يجب الافصاح عنها في القوامة المالية الربع سنوية ربح او خسارة الخطاع. والتغيرات الجوهرية في اصول القطاع. والطريقة التي يتم بها قياس ربح او خسارة القطاع في الفترات السنوية السابقة. اي تسويات في اجمالي ربح او خسارة الشركة ككل. دي كلها معلومات. آآ بتمنى لكم التوفيق ودي كانت آآ آآ اول محاضرة. ربنا معيكم. ان شاء الله.